الاهلي بيرفض النظر في عروض رحيل علي معلول بالكامل قال لك انه في عروض وضعت توصل النادي الاهلي يعني رغم تمديد علي معلول اللي تعقده مع الاهلي لمدة مسلمين علي معلول مجد التعقده اكيد مكمل مع النادي الاهلي واللعيب نفسه حتى كمان في اخر كلام كان له من خلال مصادرنا قال انه مكمل مع النادي الاهلي وتحت امر النادي الاهلي وانه كل امور وحتى كمان المادية مستقرة بشكل كبير جدا فيه اهتمام عديد من الاندية الخالجية والاوروبية باللعب وكان فيه شوية مفاوضات شفاهية لم تصل اي فاكسات رسمية حتى الان وبالتالي الاهلي اصلا رافض القصة دي الاهلي بيرسل مندوب المغرب للتفاوض لضم لابا كوجو مهاجم نهضة بوركاني يمكن كنا اول ناس اتكلمنا في الجزئية دي وقالنا لحضراتكم انه ده من اولى او على قائمة اهتمامات النادي الاهلي التجولي لابا كوجو مهاجم نهضة بوركان علشان يتم مضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة الاهلي محتاج مهاجم اه محتاج مهاجم في ظل طبعا الحالة اللي بيعيشها وليد ازارو حابة فوق وحابة تحت وتحس انه الفلاشة اللي كان اللي كانت مع الكابتن حسام البدري بتاعت وليد ازارو من بعد ما مشي كان عليها كل الاهداف وكان عليها كل الذاكرة وكان عليها كل حاجة مشي الكابتن حسام البدري ومعه الفلاشة واتمسحت ذاكرة وليد أزارو التهديفية أو حتى كمان خطورته اللي كانت متواجدة بشكل كبير واللي خلته أبقى هدفة دوري السنة اللي فاتت برنامج غزائي خاص للعابة الأهل خلال شهر رمضان الدكتور هاني واهبة استشارة تغزية عملوا ليه الفريق علشان طبعا اللعيبة ما تزيدش وزنها في رمضان لسارتي اجتمع بمعاونيه قبل موجهة سموحها في الدوري علشان بحث كل الأمور اللي ليه علاقة بالأداء الفني خلال الفترة اللي جاية